تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلفي مدريد اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال بالتعاون مع مجموعة RM4Arab في تويتر ويوتيوب ورابط الريع مدريد الرسمية في العراق حلقة اليوم للأسف مش حنحكي فيها عن مباراة ختافي وعم بتبثها قبل مباراة ختافي لأني بدي أحكي فيها عن أسباب معينة نتيجة ظروف رمضان عندي بعض الارتباطات اجتماعية في مدينة شوية بعيدة فمش حقدر حتى أركز في المباراة أثناء مشاهدتها سلفي مدريد تجيكم مني عبر قناة سلفي سبورت الأكثر تنموعا من حيث أشكال أفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها حندخل بتفاصيل موضوعنا اليوم ما في فريق هذا الموسم أعتقد في أوروبا كلها تعرض لإصابات بأوقات غريبة أوقات عجيبة قبل مباراة الصبح ليلة مباراة بهذه الطريقة قد ريال مدريد ما في فريق تعرض له ضربات يتخليه يصير يكون عنده عمق بالتشكيل فجأة يصير عنده نقص رهيب بهذا المركز اللي هو يكون عنده عمق فيه إلا ريال مدريد وأعتقد بزيدان بغض النظر شو هيصير اليوم مع ختافي لأنني مش هستبعد حتى لو أنه الفريق تعثر اليوم نتيجة الإرهاق المتراكم والإصابات المتراكمة لأنه كل إنسان عنده قدرة تحمل والفريق هو بالأخير يعني زي الإنسان يعني عنده قدرة تحمل معينة من الضربات وممكن يوقع مرة بس مرة ثانية بغض النظر على اللي حيصير اليوم مع ختافي بالتأكيد الجميع منبهر من إدارة زيدان للإصابات كلها من إدارة زيدان للمشاكل كلها والخروج بنتائج حاسمة مهمة أمام فرق كبيرين فشو اللي خلاه يعمل هيك شو سر نجاحه؟ في الحقيقة في عدة أسباب بدي أحكيها السبب الأول زيدان نفسه زيدان ما بنتكلمش هون الآن زيدان كمدرب اتطور تكتيكيا بشكل مبهر صراحة بآخر سنتين اتطور كإدارة مباريات بشكل واضح جدا آخر سنتين بس لا عنده صفة مهمة جدا في وقت الأزمات في وقت الأزمات أنت محتاج شخص يكون القائد تبعك ما ينقل التوتر لزملائه ما ينقل التوتر لموظفيه يعني كأننا منتكلم عن مدير نتائجه المالية بسنة سيئة يجير تعب ويتوتر وقدام الموظفين نص الموظفين بدور على شغله باستقيل ويقول لك هاي شركة نهارة والنص الثاني ما بقدر يشتغل تحت توتر زيدان هو ذلك الشخص اللي قادر ما ينقل التوتر لغرفة تغيير الملابس اللي قادر يقعد مع فالفيردو يبتسم وجه ويقول له يا فالفيردو اليوم أنت ظاهير أيمن مطلب منك واحد من ثلاث زيدان بمدرب هادي مدرب ما بينقل التوتر تحت الأزمات هاي اللي يسمع فيها لداخل غرفة تغيير الملابس ونجح أكثر من مرة بيعزل الفريق عنها وبأفكاره الواضحة واللي بعض الأحيان ممكن سميها البسيطة المية في المية صحيحة لللاعبين قادر يدير هادي الأزمة هذا أكيد السبب الأهم ربما في إدارة الأزمة لأنه مدربين ثانيين بهيك أزمات بل شو يتوتروا بل شو يضغطوا على اللعيبة وديروا بالكم وبينتقل التوتر لأي لهم زيدان واضح أنه عزل هادي التوتر عن الفريق السبب الثاني ريام مدريد مين اللي شهلوا بفترة الإصابات هادي المدرعة ثلاثة الوسط بنزيمة فاسكس قبل ما ينصاب وناتشو ست لعبين اللهم سنوات طويلة مع بعض ست لعبين حفظين بعض كورت القدم ست لعبين مثل العمق لما نتكلم ثلاثة و بنزيمة و خلفهم ناتشو و مثل اليمين لما نتكلم فاسكس ست لعبين بلعب مع بعض بدون زيدان يحكي معهم الآن خلص هم من الجودة الجيدة جدا والعالية جدا هم من الإنسجام المطلق وهم اللهم سنين مع بعض مع زيدان أيضا فلما يكون عندك ست لعبين يعني تقريبا ستين بالمية من الفريق زيدان مش محتاج يشتغل عليه لما تكون عندهم مشاكل الإصابات عنده ستين بالمية خلص شباب اعملوا اللي عملناها دايما يعني الموضوع شبه بحسون فهذا الشي بخلي مساحة انشغاله في الأمور الثانية أقل فتراكم الخبرة الاجتماعية بينهم إنجاز التعبير تراكم الخبرة والتفاهم مع الزيدان بينهم خلى المناطق المطلوب عن زيدان يفكر فيها أقل وهذا الشي ساعده دائما يلقى حلول مفاجئة لأنه وناجحة جدا هذا السبب الثاني طيب شو السبب الثالث؟ أكيد مثلث برمودة تاعة الخصوم كروز كاسيميرو مودرج هذا الثلاثي قادر يلعب أكثر من شكل في المباراة أكثر من نهج في المباراة يساعد زيدان يعالج أي نقطة ضعف عنده لو كانت نقطة ضعف زيدان تتعلق في القطرهجومي هذا الثلاثي قادر يخلي الكرة في الثلث الأخير لما بده يفرض الاستحوال لما بده وهذا الثلاثي يقوم بواجبات دفاعية رهيبة مودرش ببعض المواقف الدفاعية بيقول عنه هذا كاسيميرو بس كرواتي وببعض المواقف الهجومية بيقول عنه هذا زيدان فهذا الرجل يعني الانسجام اللي عنده ما بين الدفاع والهجوم كروس الانسجام والارتياح اللي عنده ما بين الدفاع والهجوم ما بينهم يلعبوا معهم كرة ويلعب معهم مش كرة مرتاحين دайما مع الأدوار التكتكية اللي متقنينها مع بعض الثلاثي جدا حتى كاسميرو بيقدر أكثر من دور بيقدر يلعب اللعب المحتك دفاعيا وبيقدر يغطى المساحات في الدفاع زي ما شفنا مثلا مع اللي باربول بالشوط الثاني أدواره التكتكية متنوعة جدا في خط الدفاع وأدوار الهجومية مفيدة بكثير مواقف فهذا التنوع اللي عند هذا الثلاثي بيخلي زيدان دائما قادر يعيد تشكيل الفريق حوله لأن هذا هو عمود الفقري هو هذا المثلث مثلث متكامل متلون بتغير معك بأي شيء اللي بدك إياه كأنك مثلث عم بتلفه وبتركب عليه القطاع هذا الثلاثي بجولته بتبات مستوى وأيضا بتنوعه وارتياحه مع هذا التنوع ساعد زيدان جدا إنه يقدر يحل المشاكل اللي مرت وفي سبب رابع حرام ما ينحكى كورتوا كورتوا في كتير مواقف كان نقطة تحول اللقاءات كورتوا اللي أنا مؤمن حكيتها بحلقة سيلفي رامريد والبربول مؤمن تماما إنه خروج نفاس بقدر ما إنه الناس بتشوف نفاس متألق بأوروبا بقدر ما إنه خروج نفاس هو سبب تألق كورتوا لأنك لما ترفع الضغط عني وتخلي ما فيش عندي منافس وإعلام عم بيشد بيقول نزله فلان بدل فلان أنا حقدر أخذ وقتي أرجع أنا كحارس جودة مثبتة بتشيلسي مثبتة بكأس العالم 2018 قبل ما أجيكم فكنت محتاج وقت فكورتوا كحارس الجودة موجودة كان عنده مشكلة ثقة في البدايات ومشكلة الضغط وجو مدريد لما نتفع عنه الضغط قدر يثبت نفسه ففي هذا الموسم مع ريال مدريد بالمواقف الصعبة للفريق كورتوا كان نقطة تحول ولما تبدأ تفوز أنت بفضل كورتوا وفضل الثلاثة وفضل التجانس وفضل الزيدان شوي شوي بتصير تبطل الإصابات تعملك حالة رهبة حالة رعب آه حتظلها تضربك بالأخير حتتوجعك إذا ما تعالجت ورجعوا لك لعيبتك طبعا بس أنت بتصير تتعاون مع الموضوع إنه عادي ما هي صارت وصارت وصارت ومشينا فبتكتسب الثقة فهذه أربع عناصر أعطت ريال مدريد ثقة الإدارة تحت هذه العزمات برجع أحكي بغض النظر عن نتيجة ختافة اليوم لأنني أنا ما بعرف شو بصير فيها لكن بقدر أحكي إنه تم إدارة فترة إصابات معقدة غريبة مفاجئة بشكل رائع جدا من زين الدين زيدان وحتى لما غاب عنه أساسيات أفكاره في بعض المباريات كان دائما قادر يلقى فكرة ثانية يفاجئ فيها الخصم بنوصل هنا نهاية حلقة سيرفي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيرفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله